السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود الخولي وان شاء الله هناخد النهاردة حل نمازج استرشادية الوزارة بنزلها على الموقع بتاعه طبعا يا حبيبي النمازج دي جاي بحاجات تانية غير اللي احنا متعودين عليها احنا كنا متعودين على ايه على على خمسة وخمسة وخمسة وسؤالين انسر في الاخر او لو جاب لي مثلا ماتش توصيل او كده انما دلوقتي الوزارة قالت لنا ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش توصيل الكلام ده كله خلاص مش هيجي تاني اللي هيجي لك وانسر بس يبقى سؤال وسؤال وكمان في الاخر كده انسر يعني ايه يعني يجيب لك سؤال كده زي ده وانت تحلو تمام يلا بينا بقى مع بعض كده بسرعة نحل الحاجات دي هو يا جماعة عشان بس ايه ما نبقاش بنتهم من بعض اللي عايز الحل بتاع دي مكتوب او اللي عايز الورقة اللي انا بكتب فيها دي يعني من غير حل يعني الامتحانات من غير حل او الامتحانات محلولة يا كتابة من غير فيديو هتلاقيها موجودة على قناة التليجرام الخاصة بجريت هتيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن يلا بسرعة كده سريعا بيقول لي اول سؤال انا عايز اعمل اتشوز ركز بقى لو سمحت اول ما يجي لي سؤال زي ده لازم اقرأه كويس جدا هنا وانا بيقول الي ايه ذا فاليو ذا ايه ذا فاليو هوθεوم تروحة وختلي حاجة تانية ذا فاليو يعني الفاليو يعني hall me يعنى اشوف الزيروز أشوف القيمة بتاعته ايه فادلوقتي ساة فاليو اوف الزا دي جيتا الاأ الفاليو بتاع الفور هنا 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 انا عايز اعرف الفور هنا بكم ده في الديسميل صح اتعودنا ان احنا نحط زيرو في الهول وبعدين الحل شوف بقى وان تو يبقى 2 zeros قبلها وبعدين forgot يبقى 0.004 يبقى دي يبقى أنا كده أجبت الvalue أفرد كان أقيل لي هنا place value place value كنت هقوله كنت هقوله thousandth ليه لأنه هو الfour هنا وقفة في thousand the value برضو of x ال x هنا أجيبها ازاي طبعا أنا متعود أو أنا أعطي لكم قبل كده حاجة اسمها four cases الأربع حالات اللي هما كلهم بيتعاملوا minus مع ده نقاط minus وطبعا قلنا ال x دي بتتقال نقاط يبقى نقاط plus هي دي نقاط minus لا مش نقاط minus يبقى عملهم ايه minus طبعا الناس اللي بتسمع الكلام ده الأول مرة مني فأكيد مش هتبقى فهم حاجة تمام فأنت هتعمل الكبير minus الصغير يبقى 8 minus 3 point 5 8 minus 3 point 5 يعني يعني 8 minus 3 and half ال point 5 دي يعني يعني نص ماشي فأيت minus 3 point 5 equals 4 point 5 دي ولازم أختار يا جماعة لازم أختار يعني ما مكتبش بتاع كده بس واختار لازم طرح ما قال تشوز يبقى تشوز بقول all of the following numbers are prime كلهم prime except دي يعني ما عدا مهم ما عدا واحدة كلهم prime معدا واحدة احنا متعودين ان prime ده مش موجود غير في table 1 ونفسه يعني ما فيش عنده غير two factors بس 1 ونفسه تمام لو لقيته موجود في table تاني يبقى انا ايه يبقى ده مش prime 5 تمام وال7 تمام 1 times 7 موجودة في حاجة تانية حاجة times حاجة تدي 7 لا انما 9 اه ده في 3 times 3 9 يا مستر صح يعني 9 دي موجودة في table 3 يبقى خلاص ما تنفعش يبقى ما تنفعش prime جميل the number number mean is the common factor of all numbers قلنا common factor دي كلمة ساحرة common factor واختها اقولها لك دلوقتي اذا common factor يعني يعني العامل المشترك اللي بين all numbers اللي عنده كل numbers هو one طب افرض اشالي common factor اشال كلمة factor دي وحط كلمة multiple multiple هيبقى zero تمام يبقى common factor one يبقى الحل هو one ده السؤال ده طب افرض غير السؤال انا بقول لك سؤال تاني كمان زيال فلو غير السؤال وقال لي the common multiple multiple يبقى zero طيب ادخل على بعد eight point fifty eight بص بقى في الاخر كده to the nearest whole number whole number يعني ones احنا عارفين الخطوات مع بعض بتاع rounding اللي هي احط zero وقف عند اللي قال عليه واخليه بص بالبلد خالص كده كنا اقلي انهال كم طيب هنا ones اروح اقف عند ones اللي هو eight ماشي طب وقفت عند eight وبعد اخليه بص علي جنب اللي هو five طب ال five دي poor ولا reach reach يا mister يبقى nine والone يضحط زي ما هو يبقى 19 ماشي طب اعمل 20 في الهول وما فيش الهول تاني اهو يبقى حط 20 وال point جنبه طيب ال seven دي جنب point على طول ولا في بينها في بينها رقم في بينها zero يبقى حط الزير خلاص ال seven تاني رقم بعد point يتحط تاني رقم بعد point ال eight تالت رقم بعد point اهو one two three يبقى ال eight دي تالت رقم بعد point يبقى احط ال eight يبقى دي 20 و zero two راح ايه دي seven اه دي seven يبقى دي خد بالك ان one over ten هي هي يعني ده ده هي هي zero point one فلما حب اعمل times zero point one يبقى انا هحرق point نحية الشمال مرة واحدة زي ما احنا قلنا قبل كده تمام هتحط between ال eight وال five يبقى هنا يبقى تبقى eight point five three تمام eight point five three فين هي اهي eight point five three جميل جدا دي لو انا عايزة حلها اعمل ايه مستر بص حل كل واحدة الوحدة وبعدين اعمل بلوس طب تعال نحل دي five thousand يبقى five وقفة في thousand يبقى zero point zero zero five اشمعنا معشان five تقف thousand وال بلوس زي ما هي ثري او seven three hundred يبقى zero point seventy three رقمين بعد الدسم لان هو دي هند طيب انا دلوقتي عايزة اعمل دول بلوس لازم اعمل ايه احنا اتفقنا لما نيجي نعمل بلوس او ماين او او دسم لازم او 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 يعني خليهم بالانس طب ازاي عد هنا one two three هنا ثلاث ارقاط انما هنا one two هنا اتنين بس او يعني زود لها zero هنا عشان يبقوا دي هنا ثلاثة وهنا ثلاثة يبقوا موزونين جنب بعض اد بعض كده واقول five plus zero equals five zero plus three equals three zero plus seven equals seven zero والبوينت يتحطوا zero والبوينت زي ما تبدي يا مستر لما احطها هنا احطها بالزيرو والبوينت لا ليه لانه جاب لي كلمة thousand كلمة thousand دي تشلي البيوينت يبقى خلاص seven three five the number whose all prime factors اول ما يقول لي في هنا prime ده جايف اللي متحان جايف اللي متحان الكلام ده في هنا prime factors هنا prime factors وعايز النمبر الاساسي بتاعهم اعمل ايه اعملهم times مع بعض يبقى three times two times two three times two equals six six times two equals twelve يبقى بس كده طيب one thousand جرام يبقى كم كيلو على طول عرفها ماهل one كيلو جرام equals one thousand جرام قلبها اين المشكلة طيب هنا بيقول لي انا عايز الجي سي اف of eight and twelve يعني الرقم اللي اتنين دول بيبالو يتعاملوا يدفايد عليه او موجودين في times table بتاع تمام انا ممكن اجيبها بطريقة حل اللي هو ازاي مستر انا هقول لك طريقة الحل لانه ممكن ما يجيب لكش الارقام دي واكيد يعني مش هيجيب لك نفس الارقام كده في الامتحاء انا هيجيب لك ارقام مختلف فلا لو جاب لي اي ارقام مهما حصل بقى فانا هقول له ايه هقول له طب ما تيجي نجيب الفاكتورز بتاع ال8 وتعال نجيب الفاكتورز بتاع ال12 هنا ال8 وهنا ال12 يلا بينا 8 1 times 8 ويه كمان و2 times 4 حاجة تانية لا طب ال12 قال لك 1 times 12 ويه كما و2 times 6 ويه كما و3 times 4 ماش انا عايز ايه بقى من الموضوع ده يا مستر قال لك انا عاوز المشترك هنا وان وهنا وان ماش مشترك طيب هنا ايه هنا وان 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 لسه في ايه لسه هنا فور وهنا فور لازم موجود طيب انا عايز المشترك ولا عايز الGCF اللي هو اكبر واحد مشترك اكبر واحد مشترك مين دول الثلاثة هو وان و و و و وهنا و 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 على طول كده بكل بساطة the product عايز ناتج الضرب product دي يعني ناتج الضرب بين دي دي اكتبهم فوق بعض كده اهي 13.5 times 2.2 بص معاه حبيب قلبي انا لو عايز اعمل times زي ده ما تروحش تعمل الpoint وتخيل نفسك بالpoint انسا اني فيه point هنا اصلا فانا هحل اكدن ما فيش point فانا هعمل ايه هقوله 2 times 5 equals طلع لي فوق كده بس اي وكده يلا 2 times 5 equals 10 0 and carry up 2 times 3 equals 6 6 plus 1 equals 7 2 times 1 equals 2 يبقى انا كده حلت انزل اعمل plus وزير ليه عشان اعمل التو التانية 2 times 5 10 0 carry up 1 2 times 3 6 1 يبقى 7 2 times 1 2 وعمل plus اعمل لي plus كده الله حبيبي 0 plus 0 equals 0 7 plus 0 equals 7 2 plus 7 equals 9 وانا وهنا 0 وهنا 2 يبقى 2 خد بالك من حاجة مهمة اوعى تنساها بعد ما تخلص كل ده لازم تعمل حاجة مهمة او تحط الpoint طبع حط الpoint فين هنا الpoint بعد كام بعد رقم واحد وهنا الpoint بعد كام بعد رقم واحد تبقى هنا في الproduct بعد رقمين لان دي بعد واحد دي بعد واحد يبقى هنا هتطلع بعد رقمين وانتو حطوا الpoint هنا بعد رقمين يبقى ده هو الحل بتاعي اللي هو 29 هنا 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 راحت فين اهو ما نعمل ادور على المسألة فوق اهي 29.90 90 ولا ايه لا 70 ماشي هنا 7 طبعا لو لقيتني كاتبها لك في الاجابة من غير الزيرو ده صح برضو لان الزيرو على اليمين هنا في الpoint مالوش لازمة جميل قوي اللي بعد افرد انا عايز اعمل بلاس طب انا محتاج اعمل بلاس يا مستر لسه اي لنه لازم اوزن صح هنا 3 وهنا اتنين بس بعد الدسم حط 0 عشان توزن يبقى 3 بعد الدسم و3 بعد الدسم عشان تبقى الدنيا عادلة كده يلا 7 plus 0 equals 7 وبعدين 2 plus 6 plus 5 equals 7 وبعدين 1 plus 6 equals 7 الله ده 3 7 يا مستر ايه المشكلة يا حبيبي بتعمل اي حاجة ايه المشكلة والpoint مع الpoint تطلع الpoint في مكانها وبعدين 3 plus 8 equals 11 يبقى ده الحل بتاعي يميه تعال ناخد الدفايد دي تحت كده يلا طبعا انا ممكن اعملها ايه بص اقول لك حاجة انا ممكن اعملها اه لونج ديفيجن واحل بقى مسألة طويلة عريضة كده عشان اعمل 6 اه point 6 6 divided 6 اعملها مسألة طويلة عريضة وطلع عندك في الاخر بس انا لا امش هعمل كده انا اعلمك طريقة سريعة هاجيب من الشمال هنا ايه 6 divided 6 equal 1 وبعدين الpoint تطلع في مكانها 6 divided 6 equal 1 و6 divide 6 equal 1 يبقى كده تحل تهيه على طول 6 divided 6 1 6 divided 6 1 وكل الحاجة 1 وبعدين الpoint في مكانها طيب جميه نمسح دي بقى كده نمسح دي يلا بقى نشوف البتاع دي الحل اللي جنبها ده حبيبي مش بتاع تعال نحل لها تحت بقى هنا هنا 3 ماشي عارف دي انا لقاه مختلفة كده 5 over 100 دي يعني ايه يعني 0.05 يعني 5 وقفة في الهندردس يعني ودي 0.009 لان دي 1000 فال9 وقفة في 1000 يعني ماشي عشان ما تتنغبطش تبقى انت عارف طيب يبقى 3 اهي 3 في الهول نمبر لوحدة والبوينت من اللي بعد البوينت على طول هنا 2 تتحط 2 من اللي بعد البوينت ب1 اهو ال5 في بينها وبين البوينت 1 يبقى ال5 وبعدين من 3 1 9 تحط 9 يبقى ده هو الحل بتاعي جميل جدا طبعا يا حباب قلبي اي حد محتاج اي حاجة لازم يكلمني محتاج قناة التليجرام 1 5 4 7 2 ده رقم يا جماعة هتبعث على الواطس تبعث على اي حتة هتلاقيني برد عليك او الاسستانت بيرد عليك هيقولك كل اللي انت عايش الايام اللي جاية هيبقى فيها حل كتير ومراجعات كتير وحاجات كتير جميلة فلو انت مش عامل سبسكرايب في القناة اعمل سبسكرايب ولو مش عامل شير للفيديو ده اعمل شير خلي الناس تستفيد منك يعني يعني ايه ما تبقاش انت بتاخد الحاجة وتوقفها عندك كمل خلي الناس تستفيد بص بقى دي حلوة او انا بقولها العال بتوع جريت تري بقول لهم ايه بقول لهم لما يبقى فيه بلاس في النص يبقى انا قطعت ماشي طب ازاي يعني يا مستر هنا 4x85 plus 2x85 الناس تغلط وتروح تقول لك 4x2 equals 12 equals 8 وتروح تختار ايد غلط ده دي بلاس في النص اهي دي 4 plus 2 لو فيه واحد ثابت يعني بص هنا 85 وهنا نفس ال85 طالما فيه واحد ثابت يبقى الاتنين التانيين دول متقاسمين بالبلس مش بالطايم ماشي يبقى هنا 4 plus 2 equals 6 يبقى الحل بتاعي 6 جميل اللي بعده 5 ones 5 في الones ماشي 47 في 1000 ادي 5 في الones والبوينت اهيه 47 بس في 1000 يعني لازم يبقى فيه ثلاثة هنا طب انا لو كتبت 47 كده فيه ثلاثة لا سود لها زر وهنا ماشي 47 يبقى اهيه 5.46 5.46 5.46 اللي موجودة the prime factors of 12 انا عايز ال prime factors بتاع 12 عايز حتة فاضية ده اهيه حتة فاضية اهيه عايز اجيب ال prime factors بتاع 12 ادي 12 اهيه عشان اجيب ال prime factors هعمل لها factorization طيب ال 12 دي كام times كام 2 times 6 ال 2 دي prime فخلاص خلصت انما 6 مش prime يعني هكم صح ال 6 دي كام في كام 2 times 3 حلو دي prime و دي prime يبقى انا كده خلصت مين بقى ال prime factors اللي انا عملت عليهم سيركل دول ال 2 وال 2 وال 3 يبقى 2 وال 2 وال 3 يبقى انا كده عملت لقى factorization تمام دي سهلة خالص بيقولك انا عندي 3 numbers او بقولي over thousand يعني over thousand يعني decimal بعد 3 digits لان فينا 3 zero اهم اصلا 3 digits او يبقى 0.357 يبقى انا كده حلتها 0.357 0.357 اهي لازم اختار the value of the variable x عايز x ده اه دي الفوركزز اللي انا لسه قال عليها فوق بس دي نقاط مينس اه نقاط مينس يعني هعمل ايه يعني هعمل دول بلس يبقى 4 plus 2.5 يبقى 6.5 لان 2 plus 4 6 و 0.5 زي ما هي يبقى 6.5 the composite composite دي يعني مش prime مين اللي مش prime هنا انا حافظ prime numbers تمام تمام طب انا لو مش حافظهم اشوف لو موجود في times تيبو الحاجة تانية غير نفسه يبقى مش prime يبقى اه مش prime 7 لا مفيش غير 7 times 1 طب 13 اه مفيش غير 13 times 1 برضو 15 في 15 times 1 طب مفيه 3 times 5 اه يبقى دي يبقى يكمبوز على طول كده يعني موجود في times تيبو الحاجة غير نفسه دا سؤال الانصر بقى احمد بوت 9 bins of same type ماشي اشترى 9 bins if the price of 1 الواحد before point 5 how much money will احمد pay زي ما انا معودكو برضو يا حباب قلبي اقول لو جايبلي لو جايبلي سعر حاجة واحدة سعر حاجة واحدة وعايز سعر حاجات كتير منها عايز سعر الحاجات الكتير دي بعمل times تمام تمام هو دلوقتي جايبلي 9 bins وجايبلي سعر واحدة منهم وهو عايز سعر 9 يبقى هقوله ايه هقوله 9 times 4 point 5 وحي الله اهي equal 9 times 5 45 5 and carry up 4 9 times 4 36 و 4 يبقى 40 والpoint هنا بعد رقم تبقى هنا بعد رقم وما تنساش تكتب L E او pound لانده فلوس ماشي هنا بيقوللي انا عايز L CM بتاع مين بتاع 6 والتان تمام تعال تعال نجيب نمسح دي بس الاول كده عشان ناخد راحتنا تعال نجيب الفاكتوريزيشن بتاع 6 اعمل 6 فاكتوريزيشن 2 2 times 3 ده برايم اه خلاص خلص ده برايم خلص طب 10 اهو 2 times 5 خلص اه والله خلص دي 5 ودي ايه ودي 2 فانا هكتبهم لو بقى تحت بقى هنا 6 equal 2 times 3 طيب وال 10 equal بنكتب كل حاجة تحت صحبتها 2 times 5 صح اه هكتب 2 تحت 2 times 5 دي مش 5 فاكتبها بعيد ال 5 واخد الخط الجامل بتاعي واقول له كله ينزل ده 2 نزله times d3 نزلت times d5 نزلت يبقى 5 equal يبقى ده ال c m هو 2 times 3 times 5 2 times 3 6 times 5 يبقى 30 ده انا كنت غلطان فيها وصلحتها 30 في الحل لو انت معاك الحل اللي هو ايه القديم دي decompose معناها ان انا عايز افكك وكده كده جايبلي expanded form قد بالك من expanded form دي انا عايز اعمل دي expanded form يعني افكك يعني اطلع value ال expanded form دي قلتلك كلمة كلمة السر ايه كلمة السر في ال expanded form value يعني اجيب ال value بتاع كل واحد طب تعال نجيب ال value كده يلا ال 8 ال value بتاعتها ايه 80 plus طب 5 ال value بتاعتها 0.5 plus 7 0 point تاخد بالك 007 ليه 00 عشان 70 تالت واحدة بعد الدسم تمام يبقى انا كده عملت لها expanded form الزرو طبعا ده ما بطلعش بال expanded وده ما بطلعش بال expand اتيتشور 28 divide 7 equals 4 والزيرو ده يطلع زيرو يبقى 40 بس وهو انا كان بيقولك ايه how many prices اكتب له prices يبقى دول 40 prices كل واحد لازم يا grade 5 تعرفوا ان انا بحبك اول ولازم تعرفوا ان احنا هيبقى عندنا شوية مراجعات على القناة هنا 100 100 هتدخلك الامتحان والامتحان ده في جيبك ده ده حاجة سريعة كده ان شاء الله بنجهز لكم مذكرة المتميز دلوقتي بالاشتراك مع مستر دي هعمل لك برضو فيديو هنا هحل لك نمازج المتميز معاهم كمان مذكرة التوجيه معاهم كمان المودلز اللي هعملها لك او التوقعات اللي هعملها لك قبل الامتحان فانت هتبقى جاهز لامتحان وداخل مش خايف من اي حاجة وصدقني الامتحان اسهل مما تتخيل يالله الى لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته